بسم الله الرحمن الرحيم وبهن السعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير زي ما انتعارف احنا خلصنا دلوقتي الدرس الاول في الوحدة الاولى في منهك تلتة سنوي وزي ما انتعارف برضو ان كل واحدة بتحتوي على تلتة دروس احنا خلصنا خلاص الدرس الاول هفكرك سريعا كده بقى اهم الحاجات اللي احنا خدناها في الوحدة الاولى اللي كان اسمها يعني نادي الرياضيين انا هفكرك سريعا بالاجزاء الاستاسية اللي احنا خدناها في الدرس الاول في الوحدة الاولى ارجوك كتابك يبقى مفتوح قدامك او جنبك على يمينك وبتتفرج وماشي معايا او مشاغل صوت الفيديو ومركز في الكتاب بتاعك قبل ما نتكلم قلنا ان احنا عندنا شخصية رئيسية لكل واحدة فشخصيتنا الرئيسية للوحدة دي كان اسمها شارلوت بنشوف الشخصية دي عندها كم سنة بتحب ايه وتكره ايه فاقلنا واحنا بنشتغل هتلاقيني بقرة بقول لك عندي سبعتاشر سنة وباجي هنا بقول لك واقولي الحاجة اللي هي بتحبها واقولي هنا الحاجة اللي هي ما بتحبهاش وروح اقرأ لك دول طيب قلنا ان كان عندنا هنا غلطة ان دي هنبدلها مكان دي بمعنى ايه ان البنت اكيد ما بتحبش دي علامة اللايكة اهي غلطة من الكتاب اكيد البنت ما بتحبش تخسر مباريات صح طيب فاتبل دي اللي اتنين دول مع بعض فهنا قلنا جيم انا بحب لوسبار وكمان جيم كورير اللي هو بحب الجري او بحب بجري طيب هنا قالت ان هي ما بتحبش الانفورماتيك اللي هي تكنولوجيا المعلومات وما بتحبش كمان بيردر انماتش تخسر مباريات في اسئلة هتلاقيها تحت هنا في الجزء اللي تحت هنا هو الاسئلة دي المفروض سيادتك حللها وسيادتك لما تقرأها دلوقتي تكون عارف معانيها ومعاني الكلمات المكتوبة فيها لو عارفها خلاص عد الجزئية دي طيب تعاني شوف اللي بعد كده طيب عشان دماغك يبقى متنظم احنا قلنا مع بعض ان الوحدة عندنا الاولى كل واحدة يعني بتكون ثلاث دروس فالوحدة الاولى كده ده واحد اتنين تلاتة احنا هنا خلصنا الدرس الاول بتاعنا طيب وعشان برضو الدنيا تبقى متنظمة قلنا قبل ما نخش في الوحدة الاولى في عندنا حاجة اسمها محادسة كتاب المدرسة الا وهي قطعة اتنين بيتكلموا فيها مع بعض كده بنشوف القطعة دي وبنقرأها كويس وبنحاول تترجمها وبعد كده بعد ما بنخلصها بنحل اسئلتها لانها مهمة جدا وبعد كده بنخش بعد ذلك على الوحدة الاولى زي ما احنا عملنا فلو انت كنت غايب فانا بفكرها كهو بالحاجة اللي احنا ماشينا عليها اول حاجة في محادسة بعد المحادسة في الوحدة الاولى تلات دروس خلصنا احنا منها درس طيب المفروض سيادتك قاعد بتشوفني دلوقتي واي كلمة بتعدى عليك حضرتك اكيد عارف معناها لو مش عارف معناها بتخدلي تحتها خط كده صغير مثلا كده وبترجم فوقها المعنى طيب هنا عندنا شخصيات المحادسة تلات اشخاص ولد اسمه ريتشار يبقى اخو البنت اللي فوق دي اللي اسمها شارلوت بطلة الوحدة والبنت التالتة اللي معاهم اللي اسمها ماريون ماريون راح اتعدي على شارلوت ماريون راح اتعدي على شارلوت في البيت فخبطت فتح اخوها الاسمه ريتشار طيب تعاني نشوف المحادسة بقى هنا بيقول لي ماريون عريف ش شارلوت ماريون وصلت عند شارلوت قلتلك قبل كده ان عندنا حرف جرد اسمه شي دائما ما يأتي بعد دي عاقل يدل على مكان يبقى شي معناه عند دا دائما ما يأتي بعد دي عاقل يدل على مكان طيب ريتشار فتح فقال لها كده ساليو البنت ردت عليه دي ماريون قالت له ساليو شارلوت الى ازايك شارلوت بتكون هنا بتكون هنا ريتشار رد عليها قال لها هي بتكون في غرفتها هي بتتجهز او بتحضر نفسها ونده عليها من تحت قال لها كده يا شارلوت انها تكون ماريون ماريون هنا شارلوت بصت من فوق زي ما سيادتك شايف وقالت انتر ماريون جاريف ادخل يا ماريون انا جاية ماريون ردت عليها قالت لها مي لكن توني بابرت الستي جاهزة انت لسه ما بقيتش جاهزة ردت عليها شارلوت من فوق قالت لها سي سي بلا بلا اتان استني انا هجيب شانطة الرياضة بتاعتي اي مان مايو وزيي الرياضي اي جو دي سان ونزلة ريشار بيتتريق في النص قال مهمة جدا التعبير اللي اسمه شامبيون دو روتار اللي معناه بطلة التأخير اختي بتكون بطلة في التأخير الود قال لها بعد كده انتوا رايحين تلعبوا هندبول ماريون قالت له نعم نحن سوف نذهب الانترنمان الى التمرين التدريب وجمناس في صالة الالعاب الرياضية هنا بيقول لي يعني شارلوت نزلت وطلعت مرة اخرى فماريون قالت لها كاسك دي كلها على بعضها قلنا بتترجم بمعنى ماذا ماذا انت تفعلين شارلوت قالت لها اتان انتظري انا سوف ابحث عن المنشفة او الفوطة في الحمام اجر ريفوي جاية ماريون قالت لها يعني ايه دي بيشتوا يعني اسريعي فقلنا مع بعض قبل كده يا شباب ان عندي حاجة اسمها افعال زو ضميرين عارفين يا مستر طيب الشكل ده تعالي لي هنا في الجنب كان اصله فعلي كان اسمه سو بنفس الشكل ده سو دي بالش الفعل ده معناه اللي احنا كتبينه يسرع طيب لما البنت اللي اسمها ماريون تكلم البنت اللي اسمها شارلوت فعايزة تديها امر تقولها اسريعي كنا بنعمل ازاي الامر مع الفعل زو ضميرين لما ماريون تكلم شارلوت فاتكلمها طبعا بضمير اسمه تي لو انتي طيب الامر كان بيمر بمراحل المرحلة الاولى اجيب الفعل اصرفه مع الفاعل في زمن المضارع طيب اعمل ده ده يتحول مع ضمير الفعل اسمه تي الى حاجة تانية اسمها تو اللي هي بالشكل ده طيب والفعل اللي هو دي بيش احزف النهاية وال او ار واضيفي النهاية مع تي يبقى يتكتب بنفس الشكل اللي انت شايفه قدام سيادتك دهو كده واخره او اس طيب قلنا نحزف ده لانه ضمير فاعل ونحزف الاسم طب كده بقى امر قال لي ده يبقى امري منفيين فايتساب كده لو كان امري منفي طيب فاعمل كده وتعمل ايه كمان قال لي هاد ده الاسم ضمير المفعول رجعه الناحية تانية بعد الفعل هيتحول من تي الى تو يبقى انت كده جبت فعل الزو ضميرين حطيته في حاجة اسمها صيغة الامر اللي قاله وهي دي بيشت ويعني اسريعي فانا بقول لك كل ده عشان تعرف ان الشكل ده كان اصله فعلي كان اسمه سو دي بيشي اتلاها اسريعي سوف ناصر المتأخرين المدرب لن يكون سعيد شارلوت جاهزت خلاص وقت لا اهو انا بكون جاهزة يعني يلا بينا وتوقفي عن التأفف او التزمر خلاص طيب تعال نشوف الجزء التاني من المحادسة انا طبعا مش هحل اسئلة الاسئلة قدامك انا بترجم لك حل براحتك وعايز توقف الفيديو ووقف وبعد كده حل زي ما انت عايز براحتك وترجم براحتك طيب تعال نشوف اللي بعده طيب هنا بيقول لي بعد التمرين بعد ما راحوا التمرين وخلصوا ماريون برضو بتدور عن شارلوت فراحت لقيت البنتها بتلعب فبتقول لها ماريون بتقول ماذا انت تعتقدين او ماذا تفعلين اهو ماذا انت تفعلين انت تعتقدين انك هتنامي هنا ولا ايه فشارلوت قالت لها نون جاريت جاريت توقفي توقفي البنت ماريون لما شفتها سابتها وماشيا فشارلوت قايت لها انا جاية انا جاية ماريون رضت عليها قالها لا جودوا بارتير الفعل ده مهم جدا اللي هو فعل دوفوار كان اصله فعل اسمه كده دوفوار معناها يجب فقالت لها توقفي البنت قالت لها لا انا يجب ان ارحل جي راندي فو لدي موعد افيك ناتالي اشجار عندي معاد مع ناتالي الساعة 6 تي فيو فينير انت تريدين ان تأتي طيب الفعل ده فعلي كان اصله فولوار معناها يريد شارلوت قالت لها نان جو نبو با انا لا استطيع خلي بالك من دي شارلوت قالت لها مش هينفعاجي انا اروح عند اجدادي طيب اجدادي دي لو فاكر كنا قلنا مع بعض لما نيجي تحت هتلاقي ماريون بتقول لها كلمة دي جات منين وجاية عشان تعود ايه احنا قلنا يا شباب انه عندنا حاجة اسمها ضمائر المفعول اللي بتحل محل مفعول به مباشر او غير مباشر فقلنا والله انه عندنا اه 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 ضمائر اللي هي ل ولا ويلا اباستروف وليه اللي بتحل محل مفعول مباشر وكمان كل دي ضمائر تحل محل مفعول مباشر طب ايه اللي بيحل محل مفعول غير مباشر حاجة اسمها وحاجة كمان معاها اسمها للجمع وحاجة اسمها طيب بما ان عندي مسبوقة بحرف جر اسمه وعاقل فانا اشيلها وعوض عنها بضمير اسمه اللي انت شايفه زي قدامك فالبنت اللي تلاها صباح الخير من ناحيتي دلوقتي في الحقيقة ناتالي عايزة تلعب جودو يوم السبت شلنا كلمة جودو وعوضنا عنها بضمير اسمه جلوي ديوي جاء لشان تعاوض مكان مين مكان البنت اسمها ناتالي فاشلناها وحطينا جلوي ديوي اقول لها نعم شارلوت قلت لها التعبير ده من اهم تعبيرات المنهج اللي هو هذا لا يعنيني او هذا لا يناسبني استنيني بقى خمزة روح استحمة وجاية دلوقتي بقت خمسة ونص شارلوت قلت لها يلا من فضلك سرعي علشان نمشي دي كانت محادسة كتاب المدرسة مهمة جدا تبقى فاهم لما تقرأ اي جملة فيهم معناها ايه وتكون قادر على ترجمتها بالعربة طيب تعاو نشوف اللي بعده طيب هنا ده الدرس الاول اللي احنا خلاص خلصناه او انهيناه الدرس ده هو كان بعنوان قول اي رياضة نحن نمارس طيب بعد ما خلصنا الدرس الاول لازم تكون قادر على انك تتعرف على اسماء الرياضات يعني اقول لك مثلا هي ايه رياضة الاسكالات تقولي تسلق الجبال اقول لك طب يعني ايه ايكيتاسيون تقولي فروسية طب اقول لك يعني ايه مثلا دلتابلان تقولي تيران شراعي اقول لك يعني ايه لاليت تقولي مصرعة فدي اسمها التعرف على اسماء الرياضات لازم تكون حافظ معظم الرياضات الموجودة عندنا في الدرس الاول حافظها عدي يا معلم مش حافظها عندك في الكتاب هتعدى علينا دلوقتي طيب الاستعلم عن الرياضة المفضلة ده اللي هي ايه يا مصر انك تسأل اي شخص اي رياضة انت تلعب او انت تفضل فقولنا ايه فعسأل بكزا طريقة طريقة الاولى خلاص عارف اللي ربعا سألها عدي معرفة الكلمات المتعلقة بالرياضة يعني ايه بقى مثلا كورس القدم بتتلعب فين طيب التنس بيتلعب فين طيب مثلا دي اسمها الكلمات المتعلقة بالرياضات اللي هي المعدات واماكن ممارسة الرياضات طيب كمان لازم تكون عارف ازاي تقول انت بتمرس اي رياضة باستخدام فيه واستخدام جوه وعارفين ده بيجي وراء ايه وده بيجي وراء ايه انت تمام في كل دول وخلاص بتعرف تحل عليهم مش محتاج ان انت تزاكر تاني الدرس الاول لو عنك مش كاف اي جزئية لازم تجيبها من الاول طيب تعال كده نشوف اللي بعده هنا قلنا مع بعض ناخد بالنا ان هناك هتبنهلنا غلط الكتاب كتبها غلط يعني فسيادتك هتشلي دي كلها تمسحها شلهالي خالص كده هوا دي مش محتاجينها وهتعدلهالي هتكتب لي مكانها اللي هي الجزئية اللي فوق اللي هي اسماء الرياضات اسماء العلعب الرياضي طيب اي حد قعد دلوقتي لازم يكون قادر ان هو يسأل بالسؤال الاولاني اللي هو كيلس بور بريفيرتي اي رياضة انت تفضل انا ارد عليك وقولك انا افضل واجيب بعد يفضل ل او لا او الا او لي طيب اجيب واحدة من دول يا مستر بناءن على ايه بناءن على الرياضات يا باشا هي مذكرة ولا موالنس خلاص طيب فانا عندنا اي حد بيتفرج دلوقتي عارف يعني ايه فوتبول عارف يعني ايه باسكتبول عارف يعني ايه فوليبول عارف يعني ايه هندبول عارف يعني ايه تينس خلي بالك منها دي مش منتشرة او الدين اللي هي كرة تينس الريشة وغضيعهم تحنات سنوية عامة بيركزوا جدا على اسماء الرياضات اللي هي مش منتشرة يبقى هي رياضة تينس الريشة طيب عندي كمان حاجة اسمها ووريتها لك اللي هي كرة الريجبي او كرة القدم الامريكية عندي كمان حاجة اسمها لهوكي دي كمان معروفة يبقى تركز لي او على الكلمة الغريبة هنا اللي هي كلمة خلي بالك منها طيب تعاني كامل نشوف اسماء الرياضات يبقى كل الرياضات اللي قدامنا دي هنا كلها مفرد مذكر عندي حاجة اسمها مستر ايه الفرق ما بين الكلمة دي الرياضة دي وما بين الرياضة دي هي رياضة ركوب الدرجات في المنحضرات او في الاماكن الوعرة طيب السيكليزم ان احنا نركب درجات على الاسفلت فدي اختصار لكلمة فيلو توترا وهتجلنا كمان شوية طيب السيكليزم رياضة ركوب العجل العادي اللي بنركبه على الرصيف العادي طيب ده بنركبه في الجبال والمنحضرات والاماكن الوعرة لو يوجا كله عرفها التزالج على الجليد طيب لو سكي ايه الفرق ما بين التزالج على الجليد ده والتزالج على الجليد في الجبل اللي سكي ان احنا نروح جبل في تلج وبتمارس فقط في فصل الشتاء ونمسك في ادينا زي ما هو مسك كده عصايتين وفي رجلينا حاجتين زي دول لكن البتناء اجلس بنعبها في مكان اسمه بتنوار ساحة تزالج جليد صناعي عندي حاجة اسمها كي تسير في التزالج على الامواج ان انا جيب له خشبي كده ويربطوني في سفينة والسفينة تسحلني على وش المياه عندي حاجة اسمها الطيران الشراعي من على جبل وي بطير بالبتاع اللي انت شايفه قدامك اسمها لو ديلتا بلان برضو اسمها غريب شوية فخلي بالك منها عندي حاجة اسمها اللي هي التزالج على اللي هو خشبي طيب عندنا لو كارات ايه كله عارفها لو جود وكله عارفها ايروبك اللي هي تدريبات مع سماعة الموسيقى اللي هي زي الزنبا والسلسة والحاجات اللي هم طلعا لنا جديد دي عندي كمان حاجة اسمها لو تيار لارك اللي هي رمي السهم اللي هي الرياضة اللي انت شايفها قدامك دي كل الرياضات اللي عندنا في الصفحة الاولى اللي هي صفحة 14 كلها مذكرة كم رياضة 3 اربعة اللي هتلاقيهم جداد عليك الباقي هتلاقيك عارفهم كويس جدا طيب تعا شوف اللي بعده طيب ركز الكويس اوي في الجزئية دي سؤال في اخر السنة في سنوية عامة قول لي الرياضة دي مذكرة ولا مؤنس وخد مني وشوف طيب عندنا عايزة حفزك الرياضات المؤنسة تعال كده نشلي الرياضات اللي هي مستبعدة ان هي تيجي خالص اخر السنة شلي الفورميلة دي وشلي كلمة لا باش مستبعدين جدا ان هما ييجوا وعمرك ما هتشوفوا طيب تعال نحفز بقى الرياضات بالشكل اللي انا اقول لك عليه هناخد كده نقول خلي بالك اول حاجة مثلا هنخلي دي واحد اللي هي كلمة روندون اي وهناخد دي كمان معاها رقم اتنين اللي هي لكرسى بي واخدلي معاهم كمان معلش اكتبلي دي عندك اللي هي كلمة لا مارش احفظهم بنفس الشكل يبقى انا عندي كده اول تلات رياضات اجري فيهم على الاقدام مؤنسين هي كلمة لا روندون اي السير لمسافات طويلة وكلمة لا مارش الماشي العادي وكلمة لا كورسى بي اللي هي سباق الجري تلاتة مؤنسين احفظوا انت قاعد في الفيديو اللي هي لا روندون اي لا كورسى بي لا مارش يبقى تلاتة امشي فيهم على الاقدام مؤنسين طيب تعال كده للاتنين البدئين بحروف متحركة فنخلي دي رقم تلاتة ونخلي كمان دي رقم اربعة وخدلي معاهم كلمة نا تاسيون طيب التلاتة دول مؤنسين اللي هي كلمة اسكلاد تسلق الجبال وكلمة اي كي تاسيون الفروسية وخدلي على نفس النغمة كلمة لا تاسيون هي كمان مؤنسة يبقى تاني 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 كده قلنا ست رياضات احفظ بالله عليكم انتعد دلوقتي تلاتة على الاقدام خد كمان التلاتة اللي بيجو مع بعض ايه اللي بدئين بحرف متحرك ومعاهم السباحة كلمة اسكلاد وكلمة اي كي تاسيون ومعاهم كمان طيب تعال ناخد كده اللي هي اتنين مع بعض كمان فناخد اللي هي مثلا نخلي دي رقم اربعة اللي هي كلمة لادانس وناخد معاها كمان حاجة اسمها اللي هي اربعة وخمسة فنقول ان الرأس مؤنس ومعاها كمان اللي هي الكرات الحديدية اللي هي بتاعت الناس العواجيز طيب عندنا كمان كمان كمال معايا عندنا اتنين فيهم عنف جدا هي كلمة خليها ستة وسبعة معاك كمان واخر حاجتين هي رياضة وكمان اللي هي الصيد مع الوقت والتركيز كده واحنا بنقرأهم مع بعض هتلاقي بتلزق في دماغك ومع الوقت ما تقلقش هتبقى شيء سهل جدا بالنسبال طيب بتاع نشوف اللي بعده يبقى كده الرياضات المؤنس من المذاكر خلاص اي رياضة كلاسيكية ودننة متعودة على سماعها اللي هي فوتبول باسكت هند كل دول تينس كل دول مذاكرين الرياضة بقى الغريبة شوية دي هي اللي بتكون مؤنسة بتاع نشوف اللي بعده اه حزاري بقى من الجزئية دي الجزئية دي تجيلك في المواقف يقولك اي من هذه الرياضات او زميلك بيلعب مثلا رياضة خطيرة يبقى ايزا هو بيلعب رياضة ايه يبقى ركز لي كلمة من اهم الكلمات اللي عندنا في الدرس الاول وكلمة 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 وحدة وحدة واحفظ وانت قاعد يعني خطيرة اللي ايها في كذا رياضة الكاراتي خطيرة لابوكس خطيرة في تي تي خطيرة ديل تابلان خطيرة طيب كمل في الاندي فيديو ايه اللي يعني الفردية السباحة فردي الكاراتي فردي التنس فردي السكواش فردي طيب الكولكتيف اخد باسكت فوتبول هندي فولي النتيك يعني ايه كلمة نتيك يعني مائية او بحرية اللي هي لانتاسيون لبولونيا الغطس كيتسيرف التزلك بدون مركب في الهواء الطلق اللي هي سكي في الجبل في الريف فالكلمات دي مهمة جدا ليه كمان هي مهمة لان خلاص بقى عندنا مقالة يا شباب فممكن مثلا يقول لي اتكلم عن رياضتك المفضلة فاستنى ينفع اقول له وما عطلش بقى اقول له انها بتكون مثلا رياضة جماعية فاقول كده خلاص يقول كلمة جماعية اللي هي خلاص طيب فالكلمات دي لازم تحفظ لانها مهمة جدا شلي الاس منها عشان احنا بنتكلم عن رياضة مفض مذاكر خلاص يبقى مهمة او الحيطة دي طيب تعال ليه تحت هنا بيقول الالعاب هندبول وهوكي ويوجا انت عارف وقلت لك قبل كده ان عندنا في الفرنش حرف الاش وحرف الاجر بنعتبرهم حروف متحركة ولذلك اي كلمة زي مثلا كلمة زي كلمة اللي هي فندق الكلمة دي مثلا لو انا عايز اجيب لها اداة فاقول الفندق فحطه قدامها إلا ابو صرف طيب باستثناء الكلمات اللي هي كلمة يوجا وهوكي وهندبول الحرف الاول لا يعامل على لكنه حرف متحرك وبالتالي اما انه ياخد له لو كانت الرياضة مذكر او لا لو هي مؤنس وقلنا الكلام ده بكده هنا بيقول لي جوب ريفير لهوكي في المثال الاولاني المثال التاني هنا بيقول لي لو يوجا لو هندبول يبقى كل الرياضات دي مذكرة اللي قدامنا طيب رقم ثلاثة قلنا ان فيه حاجة اسمها بتختلف عن السيكليزم يختصر لكلمة سباق عجل في الاماكن الوعرة طيب فهنا تتلعب في الجبل طيب على الطريق خلاص طيب قلنا كمان عندنا حاجة اسمها رياضة التزلج على الامواج بمساعدة لنش اللي هو لنش يسحلك على وش الماء زي ما احنا قلنا في الحصة اما السيرف تعتمد على التزلج على لوح يقف عليه متزلج ويندفع مع صفرعة الامواج اللي هي زي بيعملوها في امريكا على الشواطئ وغالبا الوروش بتهاجم الناس اللي بتعمل كده قال لي كمان الرياضات اللي فيها كلمة ينفع تكتب بدونها فينفع اقول كده فتفهم ان هي فوتبول ينفع اقول كده بسرعة تعانشوف اللي بعده طيب كمل معاه في الملاحظات كمان بيقول لي ان كل الرياضات اللي بتعتمد على الكرة مذكرة ما عدا لعبة اللي هي لعبة الكرات الحديدية فلو قلت جوب قاتك فاقول لوفوتبول لان هي لعبة فاها كرة تبقى مذكر ما عدا اللي هي لعبة الكرات الحديدية طيب هنا في سبعة بيقول لي لاحظ استغناء حرف الجر مع العاب السباقات دي يا باشا تعبيرات لازم تحفظ فلا كورسا بي اللي هي السباق على الاقدام طيب لكورسا فيلو اللي هي السباق العجل لكورسا متو اللي هي السباق الموتسيكلات دي تعبيرات لابد ان هي تحفظ عشان ممكن يسألني عن حرف الجر ا طيب ركزلي في الجزء اللي جاي ده لانه مهم جدا 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 يبقى احنا كده خلصنا ايه الرياضات اسماء الرياضات وخلصنا ازاي نسأل عن الرياضة المفضلة صح يبقى خلصنا ازاي نسأل عن الرياضة المفضلة واسماء الرياضات كده تعرفنا عليه خش بقى بعد كده على الجزئية المهمة جدا اللي هي السباق الرياضات لليو اماكن والمعدات طيب قال لي خلي بالك من حرف الجر اللي اسمه لانه بيسبق الاماكن التالية فلو قلت انا بتمرن فاقول كده أنا بتمرن على ارضية الملعب او اولا ارضية ملعب التنس اللي هي خلي بالك من كلمة دي معناها ملعب مخصص للعبة التنس التلاتة دول مذكرين التلاتة المؤنسين ساحة التزلج على الطريق على البحر اخذ مثالين احنا دي معناها يبقى ملعب تنس على الطريق لا طبعا احنا بنجري لان لسه ايجلك ان فيه فعلة من شوية كان معمول كده اسمه كورير لما البنت كان بتقول انا بحب الجري احنا بنجري على الطريق هنا بيقول لي جولي في دو تنس سير لو كور جولي بتلعب تنس على الملعب المخصص للتنس طيب من اهم ما يمكن الجدول اللي عندك في الصفحة ده لازم 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 تبقى عارف المعاني بتاعة الكلمات لفوتبول دي رياضة احتاج فيها معدة اسمها تتلعب في مكان اسمه عندي لو ريجبي احتاج فيها كرة قدم مخصصة للريجبي تتلع برضو على الملعب العشبي يبقى عارف ان كلمة يعني كرة كبيرة وكلمة ملعب عشبي احتاج فيه ثلاث حاجات فيه فرقه باشا دلوقتي ما بين كلمة اللي هي كلمة مذكر اللي هي كلمة مؤنس اللي هي كرة صغيرة هي المؤنسة لكن كرة كبيرة مذكر تتلعب فين التنس تتلعب باستخدام بال كرة صغيرة راكت مضرب مؤنس اي كلمة تنتهي زي ما انا قلتلك بالمقطع وتبقى مؤنس في الفرنساوي انفل ايه عن شبكة وبلعب التنس في مكان مخصص اسمه سير لوكوردو تنس تعني شوف اللي بعده الجدول ده مهم جدا ما تفوتش فيه كلمة عندي بعد كده خد اللي بقى يا باشا من عندك من رقم اربعة حتى رقم عشرة كل دول يتلعبوا في مكان واحد اسمه والمكان ده مفرد مذكر دي اللي هي صالة الالعاب الالعاب المغطى او صالة الالعاب الرياضية خلاص طيب تعال بقى مع الهند بول احتاج بالون طيب مع البسكت بول خلي بالك من كلمة اللي هي سلة اللي بنحط فيها كرة طيب مع الاباد مينتون اركز بقى على مهمة جدا اللي هي كرة تنس الريشة ركز لعليها عشان دايما اللي بيجي في الامتحم بيجيبي الرياضات لي هالغريب يجيب لي معاها كرة تنس الريشة اسمها اللي هي دي هي الكرة المخصصة اللي لعبة التنس الريشة اللي هي اسمه مختلف خلي بالك منها واحتاج فيها انراكت مضرب طيب عندي في الجودو ألبس حاجة اسمها أنكيمونو اللي هو الروب المخصص اللي بيلبسوا بتاع الكاراتين اللا بيهدى و بيربطوا بحزاب وتتلعب في الجيمنات طيب البنج بونج تحتاج إنبال كرة صغيرة تحتاج كمان دي راكت اللي هي مضارب أظن من كتر منها بقول أكيد انت بتحفظ عندي كمان حاجة اسمها لابوكس مؤنسة عينك بتلقط دي جامت جلافزات أو جاونتيات وبحتاج كمان أنكاسك طيب لوسيكليزم اللي هي ركوب العجل أحتاج فيلو واحتاج كاسك فيلو يعني عجلة وكاسك يعني خوزة لو أنا بتكلم بسرعة وقت في الفيديو وترجم قدامك وتمارس في مكان اسمه سير لاروت أو لاباست والي اتنين مؤنسين خلي بالك طيب بعد كده عندنا لكورسا بيه اللي هي سباق الجاري على الأقدام أحتاج فيها حاجة اسمها اللي هي أحزية رياضية وتتلعي بسير لاروت على الطريق أو لاباست الممر المخصص للجاري هنا بيقولي لكيتاسيون دي مذكر ولا مؤنس احفظ مذكر لا مؤنس لأنها تنتهي بالمقصة سيون أحتاج فيها أنشوفال حصان ولعبها في الكامباني في الريف مؤنس الريف طيب عندي لوسكي اللي هو التزالج على الجليد الطبيعي أحتاج فيها إنبلانشو دوسكي ومارسها في الجبل وكمان لسكالات تسلق الجبل أحتاج إنكورد اللي هي حبل واحتاج إنكاسك اللي هي خوزة ومارسها برضو ألا مونطاني طيب عندي كمان ركوب الدراجات الجبلية أحتاج فيها أنفيلو وكاسك ومارسها في الجبل عندي لانافاسيون السباحة أحتاج أنمايو دوبان ونخلي بالك كلمة مايو بس معناها زي دوبان اللي هو زي حمام سباحة تمارس في المير أو ممكن في البسين كده أو كده اللي هي التزالج على الأمواج أحتاج إنبلانش لو خشبي واحتاج كمان أمارسها في المياه طيب عندي حاجة اسمها لوباتان أجلس التزالج على الجليد ألبس فيها دي باتان اللي هي الأحزية الرياضية المخصصة للتزالج اللي هو كوتش كده بيكون زي بلاستيك وفي أرضيته زي سيف كده وبنمارسها في ساحات التزالج عندي حاجة اسمها لبيتانك أو بيتانك بحتاج فيها حاجة اسمها دي بولونفير هاي كورات من الحديد خلي بالك من اسمها طيب ومارسها في مكان اسمه دونلو بارك في المنتزهات عندنا اللي هو التزالج احتاج فيها إنبلونش لو خشبي يمكن أن تمارس هذه الرياضة طيب يبقى احنا كده خدنا ايه حاجتين تاني خدنا الرياضات اتعرفنا على اسمائها مزاكر ولا مؤنس وكمان خدنا الرياضات وأماكن ممارستها فين والمعدات المخصصة لها زي الرياضات مهمة جدا ما تعديش حاجة تعانيشوف اللي بعده طيب فاكر قلنا في دي في الحصة إن قلنا رقم واحد هي مش مهمة احنا بس عايزين نعرف إن في رياضة جيدة اسمها لوجوجينج ألا وهي بتساوي رياضة الجري ده بس اللي أنا عايز أعرفه إن الاسم ده يكون عندي لوجوجينج اللي هي رياضة الجري خلاص نخلي بلاك هي مزاكر ولا كورسة بي مؤنس انزل عند اتنين هي غاية في الأهمية والخطورة فلو فاكر قلتلك كان في عندنا حاجة اسمها أفعال لا تصرف إلا مع ضمير واحد ألا وهو ضمير أل طيب منهم كان فعل مثلا اسمه الفعل ده كان معناه يمطر أو تمطر طيب ايه عندنا اللي بتمطر هي حاجة واحدة بس اللي بتمطر عندنا اللي هي السماء طيب السماء بنعوض عنها بضمير اسمه أل صح؟ فكونت لما جا أكتب أقول لك كده البلو يبقى معناها هي تمطر ولذلك دي أفعال لا تصرف إلا مع ضمير واحد ألا وهو ضمير أل طيب ايه يا مستر ما تفكرني كده بقيت الأفعال طيب أفكرك بيهم خدناهم قبل كده بس أفكرك سريعا الفعل الأولين عندنا كان فعل اسمه اكتب عندك علشان الأجزاء دي مهمة جدا اللي هو طيب الفعل التاني كان اسمه معناها السماء برضو وكان عندي فعل كمان خلي بالك اسمه فالوار اللي معناه يلزم طيب وكان عندي كمان حاجة اسمها اجريك افوار يوجد طيب أنا عندي ايه أنا هاخد منهم النهار ده بس الفعل اللي اسمه فالوار اللي معناه يلزم لا يصرف إلا مع ضمير واحد ألا وهو الضمير ها ال بالضبط طيب فلما شوف حاجة اسمها الفو معناها يلزمك كرة لكي تلعب لعبة كرة القدم طيب ممكن تشوف الفو ده هاي ممكن تشوفها مكتوبة كده يقول لك ده يبقى مع ما يلزمني خلاص يلزمني أنا طيب قلت الفو كده ويسكت يبقى معناها يلزمك كذا لكي كذا فاقول مثلا بيلزمني مثلا ممكن أقول ان شوفال اللي هو حصان أقول مثلا فاردوليكيتاسيون علشان ألعب فروسي طيب أخد بالي كمان إن التعبير اللي اسمه الفو دائما ما يأتي بعده أداة نكرة ثم اسم المعدة اللي أنا عايزها طيب عندي كمان تعبير مهم جدا اسمه معناها في حاجة إله طيب التعبير ده بيظل سابت كل شيء فيه مع ده أفوار فلو عايز أقول نحن نحتاج إلى عجلة اللي كي نلعب آآ رياضة ركوب العجل فقول كده نو أفوار يتصرف معنه يبقى نو زافان نحن بحاجة إله نو زافان واجيب حاجة اسمها دو سابتة أو دو أبصرف فقول نو زافان دو فيلو يبقى نحن نحتاج إلى عجلة بورفير دو سيكليزم يبقى عندي تعبيرين معناها يلزمك أو في حاجة إله وحد اسمه الفو وراء ده تناكرة وحد اسمه افوار بزوان دو وورا دو على طول المعدة اللي أنا عايزها خلي بالك من نفسك طيب عندي حاجة اسمها السوج واافيك معناها يلعب بواسطة وييجي بعدها على طول حرف جارس مؤافك ثم اسم المعدة اللي أنا عايزها نفس الحال معualة بواسطة أو تلعب بواسطة بعدها حرف جارس مؤافك ووراها اسم المعدة يبقى مهمين جدا اللا اربع حاجات دول شكلهم العام كده لما اقرأهم في اي جملة يبقى معناها يلزمك او تحتاج الى علشان تمارس هذه الرياضة مهمين جدا طيب تعالى نشوف اللي بعده طيب بنصل هنا الجزء اللي هو جرامير بحث جدا اللي هو بارلي دي زكتيفتي سبورتيف اي دي الوزي اتكلم عن الانشطة الرياضية واوقات الفراغ لازم تبقى عارف ان انا عندي التلات افعال بيستخدمه علشان نقول انا بلعب الرياضة كذا او بماجر الرياضة كذا الفعل اولاني هو كل فعل من التلاتة بييجي بعده ادوات محددة ركز في اللي انا بقوله الله يبرك لك عندي تلات افعال بيستخدمه مع الرياضات كل فعل من التلاتة بيأتي بعديه ادوات محددة محددة طيب نروح الاول على فعل فنقول ان هو فعل مجموعة تلتة ولازم نحفظ تصريفاته مهمة جدا فلازم تبقى عارف ان مع الجو بيجي تشكلي ده فتقول جو فى نو فى لو مش عايز تحفظ تصريفاته فافتكر القعد اللي انا قلتلك فيها لو اي فعل مجموعة تلتة تصريفه مع الجو والتي حرف من اتنين يا اما اس يا اما اكس طب مع اليل والقال قلنا حرف من اتنين يا اما تا يا اما دا ومع النو او ان اس باستثناء كم فعل قلناه ومع الفو بينتهي اي فعل مجموعة تلتة بالاوزد باستثناء الفعل ده اللي اسمه فار ومع اليل والقال اي فعل هينتهي بالاو ان تا معادة برضه فار فالافضل ان ده يتحفظ لازم تحفظه كويس جدا طيب ده فعل مجموعة اولى ما يسببش مشاكل وده فعل مجموعة اولى ما يسببش مشاكل لان قعدة تصريف افعال المجموعة الاولى بتقول ان احنا نحذف الاو ار ونضيفي النهايات والنهايات ده المفروض سياستك حفظها لو مش حفظها لازم تحفظها فانها مع الجو او اس مع الجو او انها مع تي او اس الال والال او او ان اس وزد او ان تي نفس الكلام هنا او ان تي او زد او ان اس او او اس او فعندي كده فعل واحد شاز اللي هو فير وفعلين منتظمين احفظ فير كويس جدا لو انت مش حافظه اقفل اوقف وعد احفظه هل الافعال دي بس اللي بتأتي مع الرياضات اللي لا يا مستر لسه فيه عندنا مع براتي كي بيساوي برضو اربع افعال اللي بنسميهم عندنا افعال الميول هم كمان بيجي وراهم نفس الادوات لسه ما تكلمناش عن الادوات تب اكتب لي افعال الميول كده عشان افتكرهم الفعل اسمه برا ده معناه يفضل الفعل معناه يحب الفعل كمان ده معناه يعشق وكمان معاهم اللي معناه يكره دي اسمها افعال الميول ومعاهم كمان براتي كي بيجي وراهم نفس الادوات طب ركز لي بالله عليك في اللي انا هقول ايه بقى الادوات اللي بتيجي معا الافعال دي كل فعل مختص بادوات معينة بتيجي وراه خلاص اتمنى انت كن بتكتب الكلام ده ورايه علشان بمسع عشان يبقى فيه مساحة اكتب فيه طيب تعني امسك الفعل الاولاني اللي اسمه فير وده خدنا قبل كده واتهرس معانا فكنا بنقول ان دائما مع فعل فير بيأتي ادوات تجزئة طب ايه هي ادوات تجزئة فكرني بيها عندي ادات تجزئة اسمها دي عندي ادات تجزئة اسمها دو لا عندي ادات تجزئة اسمها دو الاباستروف عندي ادات تجزئة اسمها دي دول اسمهم ايه أدوات تجزئة أدوات تجزئة فمع الأنشطة والرياضات في وجود فعل لابد من وجود بعدي أدوات تجزئة اللي ينور عليك طب الفعل جوه ده بيجي بعدي أدوات إيه؟ اللي يجي وراء أدوات معرفة مضغمة فممكن يجي وراء مع الرياضات ركز 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 مع الرياضات أيو ألا ألا أبوستروف وممكن يجي مع الآلات الموسيقية أدوات معرفة مضغمة اللي هي دو ودو لا ودو إلا أبوستروف وده يبقى مع الأنشطة الموسيقية يجي دول مع الأنشطة الرياضية يجي دول واضحة طيب فاضل عندي الفعل الاسمه براتيكي وأفعال الميول بيجي وراء أدوات معرفة اللي هي لو ولا وإلا أبوستروف ولي واضح الكلام ده طيب تعال لنا نخدهم بقى في التفصيل ونشوف حالة النفي بيحصل إيه إحنا قلنا عندنا هنا فعل فير بيجي بعديه أرتيكلي بارتيتيف أدد تجزائه هنا يستخدم فعل فير مع جميع الأنشطة والألعاب الرياضية وذلك للتعبير عن ممارسة الرياضة وبانتظام أي أنت فيها لاعب محترف الديو بيجي وراها كلمة مفرد بدأ بحرف ساكن فأقول الدولا بيجي وراها اسم مفرد مؤنس بدأ بحرف ساكن هنا عندي الدولا بصروف بيجي وراها اسم مفرد 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 بدأ بحرف متحرك مفرد مذكر أو مؤنس ما يفرقش معاني فأقول طيب هنا مع هنا في غلطة معلش هنا شلي جوي دي ويعملها فهنا الدي بيجي وراها رياضة جمع اللي هي او عندك الرياضة كمان الجمع اللي هي كارت اللي هي لعبة الكوتشينا فأقول يبقى أنا بلعب شاترانجة أو كوتشينا فاللي عايز أقوله أن مع فعل فير دائما وراق دا التجزئة لازم تحفظ أدوات التجزئة عشان نعرف نتكلم مع بعض طيب تعاني شوف بقى الناحية التانية لما نيجي ننفي أدوات التجزئة دي بتتحول إلى إيه قال لي أدوات التجزئة عند النفي بتتحول إلى حاجة من اتنين إما دو بالشكل ده أو دو أبوستروف يبقى أدوات التجزئة اللي تحت دول عند النفي يعني إيه نفي يعني الفعل فير محطوط ما بين حاجة اسمها نو وحاجة تانية اسمها با في النص هنا فعل فير إذا تعرض للنفي وتحط ما بين النو والبا أحول على طول إلى دو أو دو خلي بالك من شكل دو والدو أبوستروف والشكل بتاع أدوات التجزئة تعاني شوف طيب هناخد بقى فعل فعل بالتفصيل فإحنا اتكلمنا على فعل فير فقلنا يا عم الحاج لو جاب لي فعل فير مع الرياضات أو الآلات الموسيقية لابد إن فعل فير يطبع بدول اللي هم أدوات التجزئة اللي هم دو ودولا ودو الأبوستروف وده طيب لو حصل نفي لو حصل نفي على فعل فير الاربع دول يعمل حاج لابد إن هم يتحولوا إلى دو أو دو أبوستروف لو حصل نفي أو دي حاجة أسمعها ظرف من ظروف الكمية دول الحالتين فقط اللي بيحول معاهم أدوات التجزئة إلى دو أو دو أبوستروف تاني لو في نفي في الجملة أو في ظرف من ظروف الكمية امسك واحدة واحدة في رقم واحد بيقول تتحول جميع أدوات التجزئة اللي هما دول إلى دو أو دو أبصرف هنا قال لي في الجملة الأولى تيفي دو جودو انت بتلعب جودو قال لي لأ أنا لا ألعب وتحولت على طول هنا أداة التجزئة إلى دو بالشكل ده طيب هنا بيقول لي الفي دوي اسكلد هي بتلعب اسكلد أو هي بتمارس لعبة الاسكلد قال لي لأ إنو فبا وتحولت إلى دو أبصرف عشان اسكلد يعني إيه اسكلد تسلق جبال مذكر الله مืد مهنس وتحولت هنا إلى دو أبصرف طيب هنا بيقولي في الجزئية ده هي خلي بالك طبقى أدوات التجزئة كما هي عند النفي إذا كان فعلي فير مصدرا بعد أحد أفعال الشعور سيبك من كل بيقوله افهمني فعلي فولوار معناي وريد طيب أقرأ الجملة الأولانية أنت تحب أن تمارس رياط البوكس فلاقي في الجملة دي فعلين الأول مصرف والأول ده فعلي من أفعال ميول بيجي ورايا إما لو أو لا أو إلا أبوستروف أو لي طيب والفعل الثاني إيه فير بيجي ورا إيه أدوات تجزئة دي دولادو إلا أبوستروف دي طيب فالجملة دي هنا بتحتوي على فعلين الأول مصرف والتاني مصدر أخذ أداة مع الرياضات بناء على الفعل ها التاني 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 يبقى إذا كان عندي جملة بتحتوي على فعلين الأول مصرف والتاني مصدر فإن الأداة دائما ما تتبع الفعل التاني 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 طيب وإذا حدث النفي في أي جملة فها فعلين أنا بنف الفعل الأولاني يبقى هنا لما جنف الفعل الأولاني النفي وقع على فعل فير قال لي لا ده وقع على الفعل الأولاني اللي هو فعل من أفعال الميول وبالتالي النفي لم يقع على فير فسيب أدوات التجزئة زي ما هي وليج جنبه طيب ده رقم واحد خلي بالك بقى سيبك من الهواء اللي هو لك تبقى أدوات college مش عارف إيه طيب رقم اثنين عندي تتحول أدوات التجزئة بعد ظروف الكمية يعني إيه ظروف الكمية؟ اللي هي الكثير من القليل من ما يكفي من الكثير من هي كلمة بكوه ثم وراها دو طب القليل حاجة اسمها ب وراها برضو دو يبقى دول ظروف الكمية اللي احنا خدناهم لحد النهاردة الكثير من القليل من ما يكفي من دايما وراهم دو أو دو أبوصرف خلاص حتى في وجود فعل فير آه حتى في وجود فعل فير يبقى دول الحالتين اللي بيحولوا أدوات التجزئة إلى دو ودو أبوصرف في حالة النفي بس لازم النفي يقع على فعل فير لو كان النفي لا يقع على فعل فير ما حولش وبعد ظروف الكمية أحاول إلى دو أو دو أبوصرف طيب قال لي كمان بيستخدم فعل فير مع الآلات الموسيقية بمعنى يعزف والموضوع برضو سهل مع الآلات الموسيقية مع فعل فير أجيب بعد دي أدات تجزئة ولو نفي ولو نفينا فعل فير احاول الى دو او دو ابو اصرف مهم جدا بقى اعرف اسماء الالات الموسيقية ال اللي بينفقه فيه اللي هو القيطار دي الالات الموسيقية ومهم جدا بقى اعرف الالات الموسيقية عشان لو جد بعض النقاط مع فعل جيد الوقتي اسمه جوه قبل ما اتكلم على فعل جوي واروح له فده الفعل جوي بيأتي مع الألعاب الرياضية لو جي مع الألعاب الرياضية بيأتي مدبوعا بدول AU A AUX طب هو ممكن ييجي مع حاجة تانية يا مستر آه ممكن ييجي مع إيه قال لي ممكن ييجي مع الآلات الموسيقية بس لو جي مع الآلات الموسيقية يتبع 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 بحاجة اسمها ودولا ودو ود دول اسمهم ايه أدوات معرفة مضغمة اللي هي حصلها اضغام بسبب ان دو حرف جر دخل في فطلعت لي دي يو وهكذا الى آخر الأشكال طيب ده بقوله لك عشان نزبط الدنيا من الأول يبقى مع الألعاب الرياضية جيب دول مع الآلات الموسيقية جيب دول طيب اي نفي يقع على جوي احول حاجة زي ما هم ولا غير اي حاجة تعال نشوف اللي بعده طيب عندنا الفعل التاني هو فعل اسمه وقولنا ان الفعل ده هو مهم جدا وبيأتي مع الرياضات لكن بيأتي خلي بالك من اللي انا بكتبه مدبوعا بحاجة اسمها أدوات معرفة مضغمة اللي هي بتنتج بسبب وجود حرف ا زائد أداء من أدات المعرفة اللي هم اللي اربع اللي انت شايفهم قدامك دول خلاص وبالتالي لما يحصل الاضغام يحصل اللي بقى التحولات اللي هي الاشكال اللي هي اي يو وعندي الا وعندي ا الا ابوستروف وعندي ا اي اكس طيب هل ينفع اجيب كل الرياضات كل الرياضات مع فعل جوي يعني ينفع اقول انا بالعب سباحة واستخدم فعل جوي قال لي لا الفعل جوي بيأتي مع ثلاث انواع من الرياضات يا اما رياضة فيها كرة او عاصة او رياضة فيها العاب ذهنية وعقلية زي شطرنج والكوتشينا والكلام ده كله خلاص يبقى فير اللي احنا قلنا عليه من شوية يستخدم مع جميع انواع الرياضات لكن جوي يستخدم مع ثلاث انواع رياضة فيها كرة زي الفوتبول عصاية زي الهوكي العاب ذهنية وعقلية زي اللي تشيك تعالي نشوف امثلة هنا قال لي يجو جو بسكت انا بالعب بسكت البسكت دي مزكرة حطنا ايو هنا قال لي يجو جو ألا بيطانك اللعب لعبة الكرات الحدية هنا جو جو اتشيك اللعب شطرنج بقي فيها كرة ودي كمان فيها كرة دي فيها حاجة زهنية وعقلية في انتبه لا يجوز استخدام فعل جوي مع الالعاب التي لا نستخدم فيها الكرات بل نستخدم فعل فير يعني يا باشا ما ينفعش اقول انا ألعب البوكس لأن البوكس لا فيها عصاية ولا كرة ولا هي لعبة ذهنية. طيب فأقول بدلا منها استخدم مدبوعا بأداة تجزئة. طيب كمان بيقول لي ممكن جويه ييجي وراء الحاجات اللي احنا قلنا عليها. ييجي وراء أو 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 الل اللي مع الألعاب الرياضية. طيب ممكن ييجي مع حاجة تانية قال لي آه ممكن ييجي مع الآلات الموسيقية. لكن لو جي مع الآلات الموسيقية ما جيبش وراء دول. امال اجيب وراء ايه? اجيب زي فعل فير اللي هما دي ودولا آسف. وهنا كده دولا وهنا دو الاباستروف وهنا دي. طب دول ادوات تجزئة يا مستر قال لي لأ دول مش ادوات تجزئة. امال دي ايه? حروف جر مضغمة مع عادات معرفة. فاصلها دو زائد ل فتديني الشكل ده. وي زائد لا فتديني اللي هو الشكل رقم اتنين. ازا الفعل جويه ممكن ييجي وراء حاجتين. اما انه ييجي وراء ادوات معرفة مضغمة مع حرف الجر دو فتتحاول الى دو دولا دولا بصرف وديه مع ايه? الالعاب الموسيقية بمعنى يعزف. وييجي وراء وقلاء ايلا بصرف ايو اكس مع الالعاب الرياضية. خلاص? طيب وسواء حصل نفي على فعل جويه ام كان مسبت ما بحولش. فهنا اخترنا جويه مع آلة موسيقية اللي هي قالت الكمان احط هنا اداة معرفة مضغمة. اللي هي عبارة عن حرف جر دو زائد لو. وعند النفي لو تم نفي جويه ما بحولش وبسيب الادوات زي ما هي. ما فيش اي المشكلة. طيب تعال نشوف اللي بعده. عندي بعد كده الفعل الاخير اللي بيأتي مع الرياضات هو فعل بخات ك زائد افعال الميول الاربعة اللي هو يحب ويعشق ويفضل ويكره. اي فعل من دول دائما ما يأتي بعد دي اداة معرفة. فين ادوات المعرفة دي? اللي هي ل ولا 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 وبتأتي مع جميع الالعاب. فعصية او ما فيش. فهنا اقول هنا 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 طيب تعال نشوف كده اخر حاجة عندنا الا وهي الاربع افعال دول بس نعرف ما عانيهم. تعا كده? طيب عندنا هنا في الجزء ده انا عايزك بس تعرف المعاني بتاعة الافعال اللي قدام سيادتك. وكذلك تاخد بالك ان ده فعل مجموعة تالتة. وده فعل كمان مجموعة تالتة. وبالتالي بنمشي القاعدة بتاعتنا اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي بتقول التصريف مع الجو والتي دايما ما يكون حرف من اتنين اما اس او اكس. والتصريف مع ال ال وال ال اما حرف من اتنين اما دي او حرف تي. وهنا او ان اس هنا او زد هنا او ان تي. نفس الكلام مع كورير. يبقى كورير يعني يجري. خلي بالك علشان كور في حاجة زيها اسمه ملعب تنس. فخلي بالك ازا كان ده فعل ولا اسم. خلاص. وي جنيه طبعا مجموعة اولا ما يسببش مشكلة ولا ناجي. عندنا ناجي يعني يزبح جنيه يفوز بيردر يخسر وكورير يعني يجري. مطلوب بس تعرف معاني الافعال. التصريفات تاخد بالك من بيردر ومن كورير. طيب تعني نشوف الجزئية اللي بعد كده. طيب عندنا هنا في الجزء بتاع السيتيوازي والمواقف عايزين منك بس تكون عارف تترجم كل موقف من المواقف الستة اللي قدامك او الصفحة كلها يعني. والاجابات اللي ممكن نقدر نجاوب بها على الموقف ده. لان كل موقف تحت اربع اجابات صحيحة. طيب سؤال الاول بيقولي فيه. انتم تطلبونا من صديقكم سينسبور بريفيري رياضة المفضلة. ماذا انتم تقولون? ينفع قوله كليتونسبور بريفيري او كليتونسبور بريفيري او كاسكتي فيكم سبور او كليتونسبور فافوري. اللي اربع سئلة مسكناهم ومفصصناهم في الحصة بالتفصيل. سؤال التاني صديقك بيسألك او صديقكم بيسألكم رياضاتكم المفضلة. ماذا انتم تقولون? تقول له او جوجوء باسكت. جوب خاتك لو باسكت. جوب ريفير لو باسكت. استخدم اي فعل من اللي قلنا عليهم مع الرياضات. واجيب بعديل اداة اللي بتأتي مع الفعل ده. لو فعل فارتك زائع جوء اداة معرفة مضغمة. براتيكي او بريفيري افعال ميقول يبقى بعدهم ادوات معرفة. ثلاثة هنا بيقول لي. انتم انتم تستعلمون عن مكان التمرين ماذا انتم تقولون? اقول اين انت? انت تتمرن? او اقول التمرين سي او بيكون اين? طيب او اربعة بيقول لي. صدقكم سان فارما بيستعلم سير لليو دو لانترنمان. صاحبكم بيستعلم عن مكان التمرين ماذا انتم تقولون? اقول له. جو مانترن او كلب. نبات مرن في النادي او لانترنمان. التمرين اي سير لترن. التمرين بيكون على الملعب العشبي. خمسة. فوفوز انفرمي سير لور دو لانترن. لانترنمان. انتم تستعلمون عن معدل التدريب. ماذا انتم تقولون? تقول. كندسك تت انترن. او اكالر اي لانترنمان في اي ساعة يكون التمرين. طيب. فوت رامي سان فارما صدقكم بيستعلم سير لور عن الساعة بتاعت التمرين. ماذا انتم تقولون? نقول له. جو مانترن سامدي اي ماردي السبت والثلاث. او لانترنمان او التمرين ايه لومتان بيكون صباح. تعا نشوف اللي بعده. هنا في سبع بيقول لي. انتم تستعلمون على المعدات بتاعت التنس. ماذا انتم تقولون? نقول. كسك الفو بور جوي او تنس. ماذا تحتاج لكي ترعب تنس. او الفوكوة. انت تحتاج ماذا بورفير دو تنس لكي تلعب تنس. او كيلو بجي اي الاشياء انت تستخدمها بوربات كيلو تنس. تعا نشوف في تمانية. انتم تعبرون او تشرحون بتشرحوا دور المدرب. ماذا انتم تقولون? نقول بيضع خبطة اللعب او بيدرب اللاعبي. تسعى. انتم تشيرون لطبيعة عمل الحكم. ماذا انتم تقولون? نقول. بيحكم مباراة او بيدير مباراة. بوركوة انتم تشيرون. لماذا انتم تذهبون على البحر ماذا انتم تخلون? بورفير دو لعب بولونيا الغطس. بورفير دو لعب بلان شافول. نلعب اللي هو الطيران الشراعي. او بورفير دو لانتاسيون نلعب سباحة او بورفير دو كيتسر. تلعب تزلج على الامورك. انتم بتكلموا عن طبيعة رياضاتكم المفضلة. نتكلم عن كرة القدم فنقول. كرة القدم تلعب بحضاشر لاعب. خلي بالك من كلمة كليكتيف. نقول كمان كرة القدم تلعب على ملعب عشبي. لفط الكرة سبختك. بتمارس ابيكليبيه بالاقدام. تعالى بعد كده نشوف على الايميل والسجيه. طيب نيجي على الجزء المقالي. خلاص المقالي بقى آآ رسمي وقر علينا. فلازم نتعلم واحدة واحدة ازاي نعمله. هيبقى عندي في الامتحان تلات اسئلة بالشكل لا. لابد ان انا اجاوب عليهم بتلات اجابات صحيحة كجرامير وكسبلنج. فهنا بيقول لي بجاوب بنفس الكلمة اللي هي كلمة هنا بيقول لي بجاوب بنفس الكلمة. تعالى بقى المحتوى اللي في النص افهم هو بيسألني عن ايه. اي رياضة انت تفضل. لما اتكلم اقول انا احول تي الى التصريف مع تي اخرق اس التصريف مع الجو اخرق او. فاقول جو بريفير. وده فعلا من افعال الميول لابد ان يأتي بعد اداة معرفة ثم اس من الرياضة. واكيد خلاص انت بقيت تعرف تعملها. هنا بيقول لي قلنا ان اذا اتت بعد اداة من ادوات الاستفهام الجزئي فباخد معنى اداة الاستفهام الجزئي فقط وكلمة اس لا تعطي اي معنى. لكن معناها لو هي جات في استفهام لوحدة يبقى معناها. طيب اين انت انت تتدرب اقول انا باتمرن على الملعب العشب بتاعي النادي. او ينفع اقول انا باتمرن واشيل دي كده. واشيل دي كمان واحط هنا وفاقول انا باتمرن في النادي. السؤال الاخير بيقول لي اكلار الانترنمان في اي ساعة بيكون التمرين اخد كلمة التمرين ابدأ بها كفاعل. فاقول التمرين بيكون وي مدام بحدد ساعة معينة لابقى لازم احط قدام حرف جر اسمه ا. طيب تعاني شوف الايميل التاني بيقول cuz women y朋友. اجاوب ببنصوار اي رياضة انت تمارسها في الصف. اي رياضة انت تمارسها في الصف اخد بالي كويس جدا ان عندي مسلا رياضة زي الناتاسيون بتمارس في الصف ولا تمارس في الشتاء. عمدي مسلا رياضة زي السكي تمارس في الشتاء ولا تمارس في الصيف فاخد بالي من الحاجات دي كويس اي رياضة انت تمارسها في الصيف اقول له في الصيف لان كل فصوله السنة بتزوك بحرف الجر اقول له انا بمارس وده فعل دائما ما يدبع بأداة معرفة مع رياضات سباحة مؤنس تاخد له هنا بيقول لي كم عدد المرات اللي انت بتتمرنها خلال الاسبوع عايزك تحفظ دي التعبير اللي اسمه انا بتمرن تروى وكلمة فوى خلال اسبوع اللي هي بار وسمين مهمة جدا الجزئية دي عشان هتساعدك ان انت ترد على الاميلات وكمان تكتب في الموضوع افهم تلزمك او تحتاجها شباب لو انا اتكلمت هنا عن سباحة فما يفعش تحت اقول له انا محتاج حصان لان انا عايز معدة تاخد من الرياضة اللي انا قلت عليها فو يلزمني او احتاج قلنا بعد الفو اجيب اداة نكرة ثم مازية او الاداة الفو ان ما يوضبان يبقى كده الاسئلة افهم وحاول مع نفسي اكتب كده علشان مع الوقت الدنيا تتطور طعا نشوف بقى السجيل اللي هو الموضوع ده الايميل على الموضوع طيب عندنا في السجيل هو بيحطلنا عنوان هنا نص وبيدينا كلمات تساعدنا او كلمات نلتزم بيها لما نيجي نكتب فهنا بيقول لي تكتبوا نص بور برليل كي تتحدثوا عن رياضتكو المفضلة طيب احنا ممكن ناخد بس نقول ستانس بور كولكتيف اعتقد دي سهل عليك جدا وممكن تستخدم بقى تقول كده بور براتيكي اللي كي نمارس هذه الرياضة أنا برتدي دفوت وقف لحد هنا يبقى احنا كده خلاص قلنا اي رياضة وقلنا ازاي نقول بقى الساعة شلي كل ده شلي كل ده كده 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 هنا مثلا اهو ممكن تاخد من اول هنا من اول دي كده هتقول لي انا بقضي كده هو وشي اللي ده مش محتاجينه خلاص ساعتين برجور خلال اليوم بس وانتهى الموضوع لكده انت بقى حاولي الجمل دي تحفظها تحاول تكتبها مع نفسك تحليلها كده ايا كان المهم ان انت في الاخر تعرف تكتبويا يعني يا حبازة لو انت تيجي في مكان فاضه زي ده ترسل لاربع جمل تحت بعض تعانشوف اللي بعده هنا بيقول لي اتكلم عن رياضات اللي عيلتك بيلعبوها كل فرض هيقول لي هنا بابا بيلعب فوتبول هو بيحب الرياضات الجماعية بتحب الرياضات البحرية جمل سهلة جدا وبسيطة جدا او عايز تعمل اللي احنا عملناه في الحصة مفيش اي مشكلة طيب هنا بيقول لي اكريفين عن تاكست بور بارليد دو فتر جور نيس بورتيف اتكلموا عن يومكو الرياضي شاك جور كل يوم جماليف اه سيطور بس حصة سبعة جماليو بوتيد جونية باخد الفطار جاريف اوكلوب بوصل للنادي اه 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 نوفر الساعة تسعة جماليو جوغينج بور ترانت مينيط بلعب جري كده او هروا للمدة تلاتين دقيقة جوناج انا بس بحضن لابسين بور يونار لمدة ساعة اميدي منتصف الظاهرة باخد الغدا دفوت بروح تمرين كورة القدم بقضي ساعتين في التمرين برجع البيت الساعة خمستاشر يعني بلغتنا كده ساعة ثلاثة كده بنكون انهي لنا كل حاجة في الدرس الاول والحل بتاع الكتاب ان شاء الله يبقى في الحصة لكن الحل اللي يبقى عندك في البيت وهينزل اليوتيوب برضو هو حل كراسة الوجب يلا مع السلامة وشوفكم في حصة بكرة ان شاء الله موسيقى